نروح للجونة، طبعا أعلن مسؤولي نادي الجونة تعيين حسام الزناتي، ده مدير المسابقات السابق اللي كان بيدير لجنة المسابقات في اللجنة الخماسية عيّنه مديرا رياضيا لنادي الجونة اعتبارا من اليوم، الخميس على خلفية طبعا تغيير الإدارة الكروية للنادي بالكمل بعد رحيل طبعا نادر شوقي وحسام غالي ويمكن احنا قلنا هنا من كذا يوم أن حسام الزناتي مدير لجنة المسابقات السابق اقترب بشكل كبير جدا جدا من تولي منصب المدير الرياضي لنادي الجونة خلال الموسم المقبل احنا عارفين ان الزنادي كمان كان قدم استقالته من منصب مدير لجنة المسابقات ويعني الزنادي كان ليه قبل كده هو كان متواجد في نادي الجونة منذ موسمين قبلك طبعا قبل ما يروح اللجنة الخماسية وبالتالي هو عارف الاجواء هناك واعتقد ان هو كان قدم موسم اكتر من رائح حتى في اللجنة الخماسية انتظام المسابقة كان بشكل اكتر من رائع حسام من الكوادر الجيدة جدا جدا نتمنى له طبعا التوفيق في نادي الجونة الموسم اللي جاي ان شاء الله عمر صلاح حرس مرمى سموحة قرب من الانتقال لأسوان عشان يدعم مركز حراسة المرمى طبعا للفريق بعد رحيل الحرس الاساسي له مسعد عوض مسعد عوض طبعا كان حرس مرمى الاهل الفترة يعني من كم سنة كده النهاردة مسعد عوض بينتقل لوادي دجلة بعد مسدد الشرط الجزائي في عقده وشرط الجزائي مليون جنيه الجهاز الفني النهاردة الأسوان بيبحث بقيادة سامي الشيشيني عن تدعيم مركز حراسة المرمى عشان طبعا يعني مفيش النهاردة غير طلعت الجبلوي أفتكر آه ده كان حرس بديل فعلا كان حرس بديل وطبعا في ظل المبالغ المالية الموضوع النهاردة عشان تدعم صفوف الفريق بعد رحيل طبعا أكتر من لاعب للأندية المنافسة مش يعني مش فادي فريق كمان الواقع الإسماعيلي كمان يعني هو طبعا نادي أسوان ظهر بشكل كويس وكابتن سامي الشيشيني تولى المسئولية الفنية لنادي أسوان وبالتالي بيحاول يعني يزبط أوراقه الموسم اللي جاي الموضوع صعب لأن الإمكانيات ما بيستعدوش وهي بعض اللي أيضا تقلت لبعض الأندية على المستوى الدور الممتاز نتمنى طبعا التوفيق طبعا لنادي أسوان ممثل يعني ممثل الصعيد عندنا في الدور المصر